بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تعالى من أواخر سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خلقنا الله لنعبده خلقنا الله تعالى لنقيم منهج العبودية حقاً وصدقاً بإخلاص بيقين بتضرع بخشوع مع مولانا سبحانه وتعالى في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى ينبغي أن يقيم الإنسان منهج العبودية بحب وهذا فارق بين إنسان يطيع الله تعالى ويؤدي الفرائض وغيرها على أنها حمل ثقيل وإنسان آخر يؤدي هذه الفرائض وتلك التكاليف بحب يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلمنا يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها يا رسول الله أو في الصلاة راحة أو في الصلاة لذة أو في الصلاة سعادة نعم إنها صلاة يؤديها العبد خشوعا وتضرعا وهو واقف أمام مولاه سبحانه وتعالى وهو يناجي ربه سبحانه قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وهناك أحبة الأكارم ربنا سبحانه وتعالى وهو يأمرنا بالصلاة ويأمرنا بالفرائض يقول ربنا مثلا في أواخر سورة طاها وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لم يقل وَاسْبِرْ عَلَيْهَا وإنما زيادة المبنى كما عند أهل العربية زيادة في المعنى وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا جاهد وأنت تؤدي التكاليف والفرائض حتى تصل إلى هذه اللذة إلى هذه المودة إلى هذا الحب إلى هذا الإخلاص لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ساعتها دخل الرجل على امرأته فقال أين الأولاد فقالت لقد نام الأولاد جوعا قال لها أيقظيهم للصلاة قالت أوقظهم للصلاة ليشعروا بالجوع أكثر وأكثر قال لها أيقظيهم للصلاة والرزاق هو الله إنها لذة العبودية إنها الطاعة والعبادة إنه الخشوع والخضوع الذي به يطلب العبد من مولاه سبحانه وتعالى وكأن الاستجابة تتنزل فورا وحالا بإذن مولانا سبحانه وتعالى قال الرجل لزوجته لأشكي النكي ولن تعيشين معي في سعادة أبدا قالت له والله لن تستطيع هذا قال لها وكيف ذلك قالت لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني ولو كانت في حلي لحرمتني منها ولكنني أرى السعادة في شيء آخر قال لها وما هو قالت أرى سعادتي في إيماني وإيماني في قلبي وقلبي لا سلطان لأحد عليه سوى ربي اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان لذة العبودية بفضلك يا الله يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله